نيتشرا الشامبول وقف اتصاق التطويل الشعر بشكل ملحوظ فيه وكمان القضاء على الاشرة يلا بينا نشوف طريقته خلينا نبدأ في طريقة التحضير على طول اول حاجة طبعا زي ما انتو شايفين ده نص صابونة جليسرين طبيعي هي اسمها صابون جليسرين طبيعي او الصابون الشفاف او الصابون الزجاجي بيكون مصنوع من الجليسرين وزيد جوز الهند والخاروة زي ما انتو شايفين طيب ده طبعا اللونين يعني اللونين انا كان عندي نوعين واحدة بالعسل واحدة بالجليسرين اوكي طيب دلوقتي هتبشره نص صابونة مقدار تلت معالق كبار بعد البشر حلو كده هو ده الكماء المطلوبة طيب الناس اللي هتقول ده مش متوفر عندي هو متوفر جدا في الصيدليات وكمان متوفر عند العطرين بس لو مش عندكو تقدروا تستخدمو دوف لكن دوف بصراحة بيكون كريمي قوي والرغوة فيه مش عالية فبالتالي مش هتنظف الشعر كويس اما ده بيكون رغوته عالية جدا زائد ان البي اتش بتاعه بيكون مناسب جدا للشعر بيكون من خمسة لستة وده انسب بي اتش للشعر للحفاظ على تريان ورطوبة وتراوت الشعر المهم هناخد نصف صابونة مبشورة وبعد كده هنحطها في حمام مائي وهنخليها على جنب عشان نكمل باقي الخطوات التانية اهو زي ما انتو شايفين وهنسبها على جنب لحد ما هتسيح براحتها خلاص كده ونحاول نغطيها عشان البخار يخليها تسيح اسرع طيب ونسيبها على جنب كده دي البيز بتاعنا تاني خطوة علم الصابون يسيح هنعمل ايه بقى هنحط القاتي ده اول مكون معنا هيكون جل السبار طبعا كلنا عارفين جل السبار فيه فيتامين اي وسي و اي وده الحاجات دي كلها مسؤولة عن تطويل وتكثيف الشعر هناخد منه تلات معالق صغيرين بس مليانين ماشي اهو ده كده تلات معالق طيب تاني مكون هيكون معنا هو عسل اورجانيك عسل ابيض طبيعي هناخد منه برضو مقدار تلات معالق صغيرين نفس مقدار جل السبار كده معلقة طبعا العسل بيطهر فروة الراس بيقضي على لو فيه بكتريا وكمان لو فيه التهاب بيساعد على ترتيب الشعر زائد بيزيد من لمعان وتريان الشعر كده خلاص تلات معالق عسل زيت فيتامين اي تمام اللي عنده الزيت اللي هو في العبوات يستخدم معلقة واحدة من دي معلقة صغيرة اللي مش عنده بقى هجيب كابسولات زي دي تمام حطه من كابسولتين لتلات كابسولات فيتامين اي الف طيب ده كابسولات اوميجا ثري طبعا اللي هو زيت السمك ده مهم جدا 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 لتطويل وتكسيف الشعر وكمان على فكرة بيدي نسبة تنعيم للشعر ده هنحط منه كابسولتين وما تقلقوش مش هيبقى فيه ريحة للناس اللي هتقلق مش هيبقى فيه ريحة لانه احنا هنعمل حاجات كده تانية هتقضي على ريحة الكابسولات دي طيب تاني كابسولة خلاص كده حطينا المواد الزيتين هنعمل ايه هنبتدي نقلب اهو هنبتدي نقلب كويس تخيلوا بقى كل المكونات المفيدة دي في يعني هتكون جوه شامبو تخيلوا زي ما انتو شايفين كله اندمج اهو الزيت مع العسل مع جل الصبار طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه عايزين احنا بنعمل شامبو للتطويل فهنستخدم معلقة كبيرة من زيت الخروع يعني انا هحط معلقتين صغيرين بمقدار معلقة كبيرة ادي معلقة التانية وعايز اقول لكم على حاجة زيت الخروع بيزيد من الرغوة فما تقلقوش وهنقلب كويس واحلى حاجة جل الصبار بيدمج الزيوت ما بيخليهاش تبقى فصلة اهو طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه عايزين الشامبو يكون للتطويل ويقضي على القشرة ويعني حاجة كده تبقى من الاخر ده عصير جنزبيل فراش اللي هو فراش جانجر جوز اهو ده مقدار معلقتين كبار هنحطه ونقلب زي ما انتو شايفين اللي مش عنده جنزبيل فراش تقدروا تستخدموا معلقتين كبار من عصير البصل يعني حلتهلكو اهو البصل بيقوم بنفس دور الجنزبيل في تطويل وتحفيز نمو الشعر زائد القضاء كمان على القشرة وهنقلب تاني كويس اهو فاكرين ده ده حليب اللوز اللي احنا عملناه سوا قلتلكو هعمل لكم بيه وصفات للشعر والبشرة طيب ده لو مش عندوكو حليب اللوز البديل حليب جوز الهند اوكي طبعا حليب اللوز يعني حلو جدا لتطرية الشعر ولتطويل الشعر وكمان المحافظة على رتوبة الشعر طيب هناخد منه قد ايه هناخد منه اربع معالق طعام ادي معلقة ادي التانية ادي التالتة ادي الربع زادت شوية بس مش مشكلة اربع معالق طعام حليب اللوز ونقلب كده احنا عملنا البيز الغني المفيد جدا لتطويل الشعر تعالوا بقى نشوف الصابون اخضره ايه زي ما انتو شايفين كده الصابون داب دلوقتي هنحط ربع كوباية مية دافية مش مية سخنة دافية لان المكونات دي ما ينفعش يضاف عليها اي حاجة سخنة عشان قيمتها وفوائدها هتقل حوالي ربع كوباية خلينا نعيرهم افضل يعني شوية زي كده ونقلب بالراحة خالص زي ما انتو شايفين لحد ما كله يبقى سايل والصابون كله يكون داب تماما دلوقتي هنبتدي نحطه على الخليط اللي احنا عملناه اهو زي ما انتو شايفين وبعد كده هنبتدي نضرب بالمضرب اليدوي لحد ما يتقل معانا خدوا بالكو الصابون طبعا سايل لان احنا سايحناه لكن لما هيتضرب وهيبرد تماما هيتقل تاني ويتحول لشامبو جميل تعالوا بقى مع بعض نضرب بالمضرب الكهربائي شايفين؟ شايفين حتى تقيل ازاي؟ وطبعا عايز برده اقول لكم على معلومة كده سريعة دايما قبل الاستخدام عايزكم ترجوه حلو لان ده شامبو طبيعي ممكن وارد ان هو يحسسكم ان هو كأنه فاصل بس هو ما بيبقاش فاصل هو مضاف عليه مكونات تانية وممكن ما يحصلش كده بيرجع بقى حسب نوع الصابون بس عموما قبل الاستخدام رجوه عشان نرج كل المكونات مع بعض تاني وزي ما انتو شايفين الرغوة الرغوة ما بتجدبش يعني هيبقى فيه رغوة يعني هيبقى فيه رغوة وهينضف الشعر بشكل حلو جدا ويكفي في النهاية انه طبيعي دي اهم حاجة وعارفين بقى احنا بنعمل ايه عشان كده قلتلكم يفضل تستخدموا صابون الجليسرين طبعا انا عايز برضو اقولكم على حاجة كل الرغوة دي هتهبط يعني كل الرغوة دي هتتحول لشامبو وهتهبط يعني مش هيفضل مرغي معاكو كده شايفين ده ده الشامبو اللي بينزل شايفين مش خفيف اهو زي ما انتو شايفين طيب انا هكمل ده وبعد كده هرجع لكو تاني عشان هنضيف حاجة كمان هيكون اختياري بس يفضل لو ضفتوه استنوني زي ما انتو شايفين اهو خلاص الشامبو جاهز دلوقتي اخر حاجتين اختياري لزيادة التطويل والقضاء على الاشرة وكمان وقف التساقط اول زيت معانا هيكون زيت روزماري اللي هو اكليل الجبل اللي احنا عارفين انه هو بيعادل المينكسديل 5% هناخد منه حوالي 6 قطرات طيب لازم يكون اصلي عشان يجيب نتيجة غير كده مش هتستفادوا منه بحاجة زيت نعناع خمس قطرات طبعا حلو جدا للقشرة طيب دلوقتي بقى في حاجة هي اختيارية ودول على فكرة اختياري للي مش عنده انتو فعلا لو عايزين الشامبو ده شعركم ما بيتوالش خالص وفيه تساقط جامد وخفيف وقشرة فهتجيبوا التوم حوالي 3 فصوص توم تقطعوها نصين كده وتحطوه جوه الشامبو زي ما انتو شايفين كده ودول 21 حبة رنفل رنفل مصمار 21 حبة انضفهم زي ما انتو شايفين دول برضو اختياري الناس اللي هتنزعج من ريحة التوم زيت الروزماري وزيت النعناع هيغطوا على ريحة التوم وما تنسوش ان كمان فيه جنزبيل فرش برضو هيغطي على ريحة التوم ولو انتو مغطاش على ريحة التوم هتعملوا ايه؟ اخر بعد ما تخسلوا بالشامبو اخر شاطفة مية هتجيبوا معلقة نسكة فيه معلقة خلي تفاح على لتر مية تقلبوا وتحطوه على شعركوا لمدة دقيقتين لتلاتة مساش كده الريحة هتختفي تماما زي ما انتو شايفين التوم والقرنفل اهم هنعمل ايه؟ هنرج كده وعايز اوريلكم الرغوة دلوقتي بصوا شايفين؟ ونجيب شوية مية رغوته حلوة حلوة وكمان في نفس الوقت كريمي بصوا يعني ما تقلقوش من الخطوات دي خالص ورحته جميلة رحته روزماري على نعناع عايز اقولكم فعلا طري جدا 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 طريقة استخدامه بقى يستخدم تلات مرات اسبوعيا كل مرة هنخسل شعرنا فيه نحطه على شعرنا لمدة خمس لعشر دقايق مع التدليك او المساج الخفيف لمدة عشر دقايق وبعد كده نخسل الشعر بالطريقة العادية بتاعتنا نخسل بيه وبعد كده ممكن نخسل بالكونداشنر بتاعنا وخلاص دي كده طريقة استخدامه طيب بيحفظ فين؟ يحفظ في التلاجة ينفع للناس اللي سبغى شعرها وشعرها مسبوخ وكمان ينفع للناس اللي عاملين بروتين مفيد جدا ومغزي طيب ينفع ايه تاني؟ يحفظ في التلاجة مدة صلاحيته من شهرين لتلات شهور اوكي؟ بس يحفظ في التلاجة مش برا التلاجة بس كده دي كده كل المعلومات عنه صدقوني هيعجبكم جدا هيوقف التساقط هيطول شعر الناس اللي شعرها ما بيرداش يطول بسرعة زائد انه هو هيقضي على الاشرة وبجد هتدعولي جربوه ومش هتندمو وفي الاخر هو طبيعي وحلو جدا يارب يكون عجبكو وكل حاجة تقدمت افدتكو لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك كتير شير اكتر سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب باسم كريمز ستوديو فلو على الانستجرام والفيسبوك برضو باسم كريمز ستوديو اشوفكم في وصف جديد وحلقة جديدة شكرا 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 شكرا